شرطة البحرين شرطة البحرين ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ولم يقتصر الأمر على الواقع الميداني وإنما ذهب لأبعد من ذلك من خلال برامج ومبادرات إنسانية الطابع حقوقية مضمون تجعل لحقوق الإنسان حضورا بل امتزاجا عميقا في كل مفاصل العمل الأمني وليس أدل على ذلك من المشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والذي يمثل تجسيدا واقعيا للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية التي تحتويها الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وفي هذا الإطار تأتي تعليمات الفريق أول مع للشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية من أجل أن يكون الأمن والاستقرار قائما على الشراكة المجتمعية التي تضمن له الديمومة في ذات السياق أكدت الإحصائيات الأداء الأمنية في أروع صوره حيث تلقت غرفة العمليات الرئيسية أكثر من 173 ألف بلاغ وتلقى موظف مركز الطوارئ 999 حوالي ثلاثة ملايين مكالمة وباشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خلال الفترة من 2021 وحتى 2023 نحو 284 قضية تتعلق بمكافحة الفساد وفي الثالث من نوفمبر 2023 نشن معالي وزير الداخلية المنصة الوطنية للحماية المدنية كإطار توعوي متميز كما تشهد المنصة إقبالا للتسجيل في برنامج التطوع لخدمة الدفاع المدني وفي ذات السياق باشر الدفاع المدني خلال العام الجاري أكثر من 12 ألف بلاغ وفي مجال الأمن البحري باشر خفر السواحل مهامه وواجباته ونفذ 963 عملية بحث وإنقاذ واستجاب لـ 23 نداء استغاثة ليصل إجمالي العمليات خلال العام الجاري إلى 1114 عملية مروريا أفارت الإحصائيات بتراجع حوارث الإصابات البليغة بنسبة 17% والإصابات البسيطة 51% ليشكل إجمالي الحوارث المرورية تراجعا بنسبة 7% كما تراجعت مخالفات السرعة بنسبة 32% وأطلقت الإدارة العامة للمرور حملات إعلامية مكثفة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وكان هناك تفاعل كبير وزيادة في نسبة الالتزام المروري وفي إطار مواصلة خطط التحول الإلكتروني أطلقت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عددا من الخدمات الإلكترونية منها إصدار تذاكر المرور لأبناء المواطنين البحرينيين المولودين خارج المملكة وجوازات المواطنين المفقودة أو التالفة في الخارج وتجديد الإقامة عبر تقنية الاتصال المرئي لزوجات المواطنين البحرينيين الأجنبيات وأبناء المواطنات البحرينيات المتزوجات من أجانب كما حصلت إدارة المنافذ على المركز الأول في تقرير جودة خدمات المطارات من مجلس المطارات الدولي عن فئة سرعة فحص جوازات المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم وخلال عام 2023 باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عددا كبيرا من القضايا وتمكنت من كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات حيالها وفي مجال مكافحة المخدرات وضمن الأداء الأمني المتميز أعد المركز الوطني للأمن السيبراني برنامج ثقة لأمن المعلومات لحماية المؤسسات على المستوى الوطني مع التركيز على القطاعات الحيوية بجانب تطوير إطار وطني معتمد لإدارة المخاطر السيبرانية كما نفذت قيادة طيران الشرطة خلال العام 2023 نحو 416 من الدوريات الجوية ما بين البحث والإنقاذ وواصلت مديريات الشرطة أداءها الأمني في إطار حفظ الأمن والنظام العام من خلال تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى كفاءة قوات الأمن العام بجانب تطوير الخدمات المقدمة وفي شؤون الجمارك استمرت عملية تطوير الأساليب الرقابية وتقديم التسهيلات الجمركية وخدمات نوعية للمتعاملين وتسريع وتيرة العمل الجمركي وإحداث التطوير اللازم في دورة العمل بما يواكب المستجدات العالمية ويسهم في تحقيق التمييز وتبقى شرطة البحرين محل فخر واعتزاز خلال مسيرتها على امتداد تاريخها العريق والذي تجاوز مئويته الأولى ويبقى التقدير الوطني لتضحيات شرطة البحرين ممزوجا بقيام الولاء والانتماء دافعا لمواصلة مسيرة الإنجازات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر